والأرحام جمع رحم وهو مكان تخلق الإنسان والمقصود بالأرحام ذو القرابات وسم بهذا إشارة إلى سبب القرابة وهو اجتماعهم في رحم قريب أو بعيد ولما كان الناس كلهم أبناء وأبئ وأم واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فلما كان الناس على هذا النحو من اجتماعهم برحم واحد فإن الرحم التي أمر باصلتها ليست على هذا الاتساع الواسع بل اختلف العلماء رحمهم الله في تقييد الرحم التي تجب صلتها فمنهم من قال الرحم التي تجب صلتها هم من بينك وبينهم توارث وقيل الرحم التي تجب صلتها هم الرحم المحرم أو المحرم وهم ذو الحرمة من القرابات وهم كل شخصين لو قدر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى لما جازت تناكح بينهما أي عقد النكاح بينهما وهم كل ذوي قراباتك من محارمك الذين يحرم عليك نكاحهم ويحرم عليهم نكاحك من العمات والخالات وبنات الإخوة وبنات الأخوات فإن هؤلاء لا يحل لك نكاحهم أما من لهم قرابة وليسوا من الرحم المحرم كأبناء العمات والأعمام وأبناء وبنات الأخوات والخالات فهؤلاء على هذا الضابط ليسوا من الرحم التي تجب صلتها لأنه ليس بينك وبينهم محرمية وقيل بل الرحم هم كل من بينك وبينه وصلت قرابة باجتماع في رحم لكن فيما دون الجد الرابع وعلى كل حال كل هذه الأقوال هي سعي في تقريب الرحم التي تجب صلتها والرحم التي تجب صلتها هم كل ذوي قراباتك سواء كانوا من المحارم أو غيرهم لكن الصلة تختلف باختلاف قرب القرابة والصلة وباختلاف أيضا الحاجة التي تكون لدى هؤلاء القرابات وهؤلاء الأرحام ترجمة نانسي قنقر